أفدييفكا أكثر من مجرد مدينة بإجماع الطرفين والبداية من روسيا وعلى لسان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الذي ولأول مرة اعترف بأن بوتين قاد معركة أفدييفكا بشكل مباشر منذ بداية الحرب بوتين طلق تقارير يومية من قائد أركاني جيشه باليري جراسيموف ووزير الدفاع سيرجي شويغو وسبب لا يعود فقط إلى أهمية المدينة بل أيضا توقيت المعارك الحساس قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية الحرب في أوكرانيا أيضا تقترب من دخول عامها الثالث ومن المهم إهداء نصر لروسيا التي لم تسيطر على أي مدينة أوكرانية منذ قرابة عشرة أشهر تاريخ سقوط باخمت على يد قوات فاغنر روسيا حشدت أربعين ألف مقاتل من أجل السيطرة على أفدييفكا لكنه كان استثمارا مربحا من كل النواحي تزامن سقوطها مع موت المعارض السياسي الأبرز لبوتين أليكسي نافالني داخل سجنه ولا بالرغم من اعتقال عشرات الداعمين له في البلاد إلى أن أخبار سقوط المدينة طغت على كل العنوين في روسيا في الجهة المقابلة كان زيلنسكي يطوف بين حلفائه لطلب الدعم العسكري حتى أنه أرجع سقوط أفدييفكا لتقاعص حلفاء كييف في إرسال الدعم العسكري اللازم في الوقت المناسب وهو ما دفع الجيش الأوكراني لسحب قواته تفاديا الحصار لكن الغريب هو قائد الجيش أليكساندر سيرسكي المعين حديثا والمعروف بالدفاع عن المدن حتى النهاية بغض النظر عن الفاتورة البشرية إلا أنه سحب قواته من أول مدينة أوكرانية تسقد دون تحولها لحصن منيع